ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب اكونوا كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من برنامج ام جيمر اللي بنحاول منه شدات اللعب ببجي موبايل وفري فاير موبايل ليجند ببجي لايت لوردس موبايل دايموندز كاندي كراس ساجا جولد بارز ونيد فور سبيد جولد تمام يا شباب طبعا يعني الناس القديمة معي شغالين معي من زمان يعني النهاردة فيه عرض جديد عليه نقط محترمة كويسة اا نتمنى طبعا ان احنا كلنا نتحصل عليه والمشتركين كلهم يتحصلوا عليه ان شاء الله بازن الله اا لو انت مش مشترك معي في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وتديني لايك حلو كده وطبعا انتوا عارفين ان احنا عاملين قائمة ام جيمر اللي موجودة في قائمة تشغيل عندي في القناة علشان اا الناس الجديدة معنا اللي ما يعرفوش البرنامج قوي يقدروا يتفرجوا على كل فيديوهات البرنامج وكل العروض اللي موجودة داخل البرنامج ويحلوها يلا بينا ندخل في عرض النهاردة هندوس على ارن هنلاقي عندنا اي جي تاسك اللي هي تاني واحدة اي جي تاسك هتفتح معنا اي جي تاسك العرض قدامنا هو آآ ريسارش آآ موبايل عليه الف ستمية خمسة وعشرين نقطة تمام يا شباب مطلوب منه تلات خطوات مطلوبين منك انك تعملهم علشان انت خلص العرض ده اول حاجة آآ انتر فاليود برسنال انفورميشن يعني هتحط آآ بيانات صحيحة ليك بيانات مظبوطة يعني آآ تاني حاجة كومبليت آآ سيرفي تمام يعني هتعمل سيرفي هيعرض عليك سيرفي كده تعمله تالت حاجة ليديميور بوينتز هتاخد النقط بتاعتك جنبها على طول نيو يوزر انلي يعني لو انت مستخدم جديد. هو ده العرض بالزبط عليه الف ستمية خمسة وعشرين نقطة. فتحناه مع بعض. العربية. بعد تلات خطوات من مكافئتك. اجب عربة اصيرة اكملت دراسة الحصول على المكافئة الخاصة بيك لنزهب. ايه في الحاجات دي لا يملك عجلات. العربة ولا الفيل ولا لوحة التلج ولا السيارة ولا الدراجة. السؤال ده انا انت سألته قبل كده كذا مرة. وانا تقريبا كل مرة كنت بختار لوحة التلج كان بيطلع غلط فانا هختار من راضي الفيل. زكر. تاريخ الميلاد. طبعا اعزب ليس لديك اطفال يعني عشان بس الناس ما تجاوبش اي حاجة وخلاص. جامعة. زحل. لا. اكيد الارض انا بهزرها. اي من المجالات التالية تصف بشكل افضل مجال عملك الاساسي. طبعا ما تعملوش ابحثوا تسويق دي خالصة. ازيق ملابس سلطل سلكية برمجيات. الحكومة الادارة العامة مسلا. الادارة المتوسطة. الادارة المتوسطة. الادارة المتوسطة. ممكن نخليه ستة. الرمز البريدي ده قلتلكم ازاي بتجيبوه يا شباب من جوجل ماشي من جوجل ثانية واحدة اجيبه اجيلكم. بتكتب هنا الرمز البريدي وبتكتب المنطقة اللي انت ساكن فيها ازف جوجل يعني. المنطقة اللي انت ساكن فيها بالزبط اسمها ايه وهيجي لك الرمز البريدي بتاعك. تمام انا دخلت كده الرمز البريدي طبعا هو سألني عن تاريخ ميلادي بورا. وورا. فهنا بيقول لي اختار عمرك. فطبعا انت لو جاوبت اي اجابات وخلاص هيقفشك. لازم تكون حاسبها كويس لو انت هتكذب حد. دي لوقتي انا خلصت الاسئلة وهخش على الاستطلاع. اي اجري. او ما بيعلمش لي. حامل اكيد لا اين. منزل مملوك. نعم. 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 اشتركوا في القناة او شكله مش هيديني الالف وستمية على فكرة او شكله هيديني بعضهم ده لو داني يعني اشتركوا في القناة ام بوكس اه عايزين نسجل بالميل وطبعا بتوصل في الاخر ان انت بتسجل الجيميل بتاعك او الايميل بتاعك وبيبعتوا لك رسالة تأكيد على الايميل بتضغط على رسالة التأكيد وكل ما بيبقى فيه استطلاعات متاحة هو بيبعتلك بالزبط العرض ده كده احنا فهمنا انه زي بالزبط زي السيرفي تايم هوريكم سيرفي تايم كده اللي في اس تاسك يعني ناس كان بتسألني عليه برضو اهو سيرفي تايم ده نفس الموضوع برضو بتدخل بياناتك وبدخل الايميل وكل شوية بيبعتوا لك ايميل ان فيه دلوقتي سيرفي بخمسين نقطة ان فيه دلوقتي سيرفي بمت نقطة ان فيه سيرفي بمتين نقطة او ممكن نوريكم واحد شباب وثانية واحدة زي ما انتم شايفين كده يوم اتناشر اكتوبر طومي فروم سيرفي تايم ويهاف ان يو سيرفي فور يو لان انا مسجل الايميل بتاعي فكل شوية هيبعتلك رسالة يقولك ان انت فيه سيرفي متاح فانت هتدوس عليه وهتدخل طبعا ده بقاله فترة كبيرة فاكيد خلص يعني تمام هنا بيقولك تم اكماله تم الاكمال من قبل 24 من المستخدمين المدة التقديرية 28 من دقيقة تمام يا شباب هو بيقولكو كل التفاصيل بتاعت الاستبيان عن طريق الايميل بقى مش عن طريق البرنامج نفسه فهو برضو العرض اللي احنا عملنا النهاردة ده نفس الموضوع انت اللي هو في ايجي تاسك بترمي المعلومات بتاعتك او بترمي بتقول المعلومات بتاعتك كلها وبتعمل الاستبيان وفي الاخر بتحط الايميل بتاعك بيقولك ما فيش استطلعات دلوقتي انتم عارفين ان الاستطلعات مش متاحة طول الوقت بس بيبعتلك كل شوية على الايميل يقولك ان فيه دلوقتي السيرفي عليه مثلا خمسين نقطة عليه مية نقطة عليه تلتمية نقطة بنفس الشكل ده وطبعا يعني انا هحاول معاه تاني اكيد يعني اه لان هو ما اجاب ليش علامة صحة كمان يعني طلبة ما اجابش علامة صحة بقى لسه متعملش وهنتابع مع بعضة برضو بالفيديوز ايه ده هنك المفروض انه جالي النقط او ان شكرا كنت عملوه في السيرفر ايه اصلا انيوي يلا شوفكم مع اخير في فيديو قدوين شاء الله باي باي